هل عليهم والنعين وستعملهم وستعملهم طلاق بائن بينونة كبرى هي العلاقة بين السلطة والشعب في العراق طلاق لا يمكن ان يؤثر على المشهد السياسي فحسب بل يرهق العراق بكل مكوناته الشعبية والثقافية والاجتماعية هي المرأة العراقية التي باتت اليوم تخرج الى الساحات تصرخ في وجه الظلم تطالب بالحقوق بعد ان طفق بها الحال نتيجة خراب بيتها العراقية لكن من هو الهادم هادم البيت والنسيج العراقية هو مسبب ارتفاع حالات الطلاق وتفكك النسيج الاجتماعي ما يحدث في المشهد السياسي والاقتصادي والامنية خبراء الاجتماع يرون ان ارتفاع حالات الطلاق في عام 2018 الى اكثر من 73 الف حالة اي الثلث من عدد حالات الزواج كان قد دق نقوص الخطر في ان يكون العام الحالي اكثر عددا في حالات الطلاق وقد يصل المجموع الكلي منذ عام 2004 الى العام الحالي الى مليونية مطلقة وكما هو الصوت الذي لا يسمعه احد صوت المواطن في مطالبه المشروعة من عيش كريم وفرص عمل وامن وامان كذلك المرأة العراقية التي باتت اليوم ضحية حسابات السياسة وعدم الاستقرار والتخبط الحكومي المتعاقب منذ سنوات اما الحكومات التي يجب ان تلعب دورا مهما في حلول للمشكلة وان لم تستجب فان مستقبل النسيج العراقي والشباب المقبل على الزواج قد ينذر بخطورة تفتك بالمجتمع العراقي